اقترح اتلاف ادارة الدولة في اجتماعه الاخير اجراء انتخابات مجلس المحافظات في تشرين الاول من العام المقبل والانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر عام 2025 مشيرا الى ان الحكومة خسرت عاما من عمرها نتيجة الخلافات على تشكيلها النائب عارف الحمامي قال ان اقتراح استمرار الدورة البرلمانية يعود لحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد وستتم ناقشة التقرير والمقترحات مع باقي القوى السياسية والتوصل والتوافق قبل عرضه على البرلمان للتصويت من جانبه اشار عضو الهيئة العامة ليتيار الحكمة الوطني احمد العساوي ان الانتخابات المبكرة لم تعود من الخيارات المطروحة وستجري الامور وفق التوقيتات الزمنية مع اتفاق تطبيق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة